لم يكن أفضل من الحرب على تنظيم الدولة مدخلاً لتشرع لها أبواب النفوذ والسيطرة على الدولة في العراق بهذا يبدأ مركز وور أون روكس المتخصص بالميليشيات والحروب في العالم يبدأ دراسته التي أجراها على سبعة من فصائل ميليشيات الحجد والتي حملت عنوان من يخشى حجد العراق الدراسة تؤكد أن إعلان رئيس هيئة الحجد فالح فياض إغلاق المكاتب الاقتصادية للميليشيات وقرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دمجها بالقوات الأمنية لم يكن إلا التفافاً على الضغوطات الأمريكية على العراق وذلك للحد من نفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران والتي باتت تحكم العراق أمنياً واقتصادياً وسياسياً أمام العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب أضحت المعابر العراقية بشهادات كثير من النواب في البرلمان المنفذ الأمثل لكسر العقوبات التي أثرت على ميليشيات إيران لتمويلها ذاتياً بفرض أتاوات على العابرين وتمرير البضائع والمخدرات دون أي رقابة حكومية وما حاجتها وقد تحولت الميليشيات الآمرة الناهي المتحكمة وقد بلغ الطموح بها لتشكين مدرية قوة جوية خاصة بها لكن ما الحل للجم الميليشيات في العراق؟ يقول بركز وور أون روكس إنها استراتيجية تعتمد بالأساس على مكافحة الفساد والفاسدين وتحفيز الخلاف السياسي القائم على القضايا الأساسية والخدمة العامة وهما عاملان أثبتت العملية السياسية والأحزاب المشاركة فيها فشلها بتحقيقهما بتصريحات المشاركين أنفسهم وعلى المستوى الدولي والأمريكي يبدو الفشل أكثر فجاجة في ظل عدم تمكن واشنطن من تشكيل حلف دولي ضد إيران وميليشياتها وهي ذاتها التي دعمت الميليشيات في أول سنوات الاحتلال لتصبح عماد الجيش العراقي الوطني الذي حلته ليكون الحال اليوم عراق بلا دولة تحكمه الميليشيات وجيش بلا عقيدة وطنية يصوب رصاصه أينما تكون وصلحته لا لحماية حدود البلاد